يا حس السودا يا انا يا اما صاحبتي كلمتني وبقول لان عايز اكل حاجة حلوة عندك وجات لي فجأة وانا مفلسة اسكت لأ ماسكتش لقيت عندي شوية رؤاء مكسرين بقيين من العيد الكبير وشوية حليب وشوية مكسرات بقيين من رمضان وشوية جبنة مودريلا قلت والله لعمل لها حاجة تطير بيه لما كسر الرؤاء يوصل بالشكل ده والجبنة تمط 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 لحد ما توصل لحد بقك وهنا نصمت قليلا وكل يبقى واستمتاع بالجمال طول ما انت بتحفظها النعمة عمر بيتك ما يفضأ ابدا عندي شوية كسر الرؤاء بقيين من العيد الكبير وطبعا كلنا عندنا الرؤاء المكسر بعد ما عملنا الصواني بتاعة العيد فهنجيبه كده وهنحطه في صنية ونقعد نكسره عشان نعمل احلى صنية رؤاء باللبن او الفطير الكذاب ليها كزا مسمة او يا جماعة ام علي تمام هنكسره كده ونسيبه في الصنية عندي هنا 100 جرام زبدة وهروح اسخنهم في المايكرويف يفكوا تماما عشان اعرف اقلبهم في الرؤاء وعندي كوباية سكر سكر ابيض هحطه كده على الرؤاء بصراحة تبويب السكر في الحليب ممكن احط الحليب كله وممكن محطوش فالافضل ان احنا نحط السكر على الرؤاء بس انا هحط الحليب كله عندي شوية مكسرات من رمضان زبيب على جوز الهند على ان الجمال على شوية حاجات كده الزبدة ساحت في المايكرويف هحطها على السكر والمكسرات اللي حطتها وبعد كده هنحط الحليب السخن هحط شوية ولو حاسيت ان هو محتاج تاني هحط بس هو محتاج تاني فهحط الكمية دي انا كنت حطه لتر حليب هقلب بقى الحليب في السكر في السمنة في المكسرات في الرؤاء المكسر كده واشربه الحليب والمقادير دي كده ببعض وطبعا مشغال الفرن على درجة حرارة 200 عشان ادخله الفرن لمدة 10 دقايق وبعد كده نحط اهم خطوة مرحلة العسل دخلت الفرن الصينية لمدة ربع ساعة وشربت كل الحليب وبدأت تاخد لون هنا هحط بقى الحاجة اللي تخطف قلوبنا وهي دي بالنسبة لمرحلة العسل الجبنة المتزرلة تحطيها على حلو تمشي تحطيها على حابق تمشي هي مفاش نسبة ملح فانا بحب حطها على الحلويات فهحطها كده على الرؤاء زي ما انتوا شايفين وهدخلها الفرن على نفس درجة الحرارة هتاخد اللون الاصفر الداهبي ده وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه هذا خطيناها في الفرن المتت خمس دقايق الجبنة بقت شكلها كده هنحط بقى الباقي من المكسرات اللي بقية من العيد وعملنا احلى صنية حلو من بواق المكسرات بتاعة رمضان والرؤاء المكسر بتاع العيد الكبير صنية الحلو طلعت هنا وعايزة اقول لكم راحتها وطعمها يغضي كفاحات بعيد خالص عايزة اقول لكم هي وقفة ورا الكاميرا وبرديس وصوفيان وقفين ورا الكاميرا بيتحيلوا علي انهي الفيديو فانتوا شايفين انهي الفيديو ولا اكل معاكو شوية بصوا استعباد بقى استعباد الست الشطرة اللي تلم اي حاجة في بيتها ما ترميش انا بحترم الستات اللي بتحافظ على نعمة ربنا جدا بجد بنعمل من الفيسيخ شربات ايه ده طحفة طحفة ما شاء الله ايه الجمال ده